السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله أعود من جديد لأناقش قضية لا عذاب قبل الحساب هذه المقولة نريد أن نتعرف اليوم على مدى مطابقتها للقرآن الكريم هل تتناقض مع القرآن الكريم أم هي مقولة صحيحة لأن أصحاب هذا الرأي يعتقدون أن الإنسان بمجرد أن مات سيتحول إلى تراب وليس هناك أي شيء إلى يوم القيامة نحن نريد أن نتأمل القرآن العظيم هل هناك عذاب قبل الحساب أم لا يوجد انتبه أخي الحبيب سأعطيك هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول عن أولئك الغافلين ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون إذن هناك عذاب اسمه العذاب الأدنى الهدف من هذا العذاب لعلهم يرجعون إذن هو في الدنيا لأن بعد الموت لا ينفعك الندم يوم القيامة لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أنت متاح لك التوبة والرجوع إلى الله حتى لحظة خروج الروح مجرد أن جاءك الموت لم يعد هناك أي فائدة من الندم أو الحسرة إذن هذه آية صريحة وواضحة يتحدث الله فيها سبحانه وتعالى عن عذاب قبل الحساب هذه آية في الدنيا أكيد ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر إذن العذاب الأكبر هو سيكون في يوم القيامة العذاب الأدنى في الدنيا الهدف منه لعلهم يرجعون يعني الله عز وجل قد يبتلي إنسان غافل عنه بمصيبة بنوع من العذاب بضيق بأنواع كثيرة من العذاب تسمى العذاب الأدنى الهدف منها أن تعود إلى الله أن ترجع إلى الله ولتكون حج عليك يوم القيامة لكي لا تقول يا رب لماذا لم تنبهني لماذا لم تهيئ لي ظروفا للتوبة إليك إذن الله عز وجل يهيئ لك أسباب الهداية ويهيئ لك أسباب التقوى وأسباب العلم والمعرفة وأسبابا لتعرفه عز وجل ووسائل كثيرة للتوبة منها العذاب المرض هو نوع من العذاب الفقر هو نوع من العذاب الظلم هو نوع من العذاب وبالتالي أنت أخذت كل الفرص الممكنة لكي لا يكون لك حجة يوم القيامة تقول يا رب أنا ما جاءني من نذير هذه الآية شديدة الوضوح أيها الأحبة تناقض مقولة لا عذاب قبل الحساب الآية الثانية الله سبحانه وتعالى يقول عن آل فرعون النار النار يُعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب إذن هناك عذاب يوم تقوم الساعة هو أشد العذاب وهناك عذاب سماه سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا إذن هذا عذاب قبل الحساب آية ثانية أيها الأحبة ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون البأساء والضراء هي نوع من العذاب يرسله الله على الناس الغافلين لينبههم ليرجعوا إلى الله لعلهم يتضرعون لعلهم يعودون إلى الله لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون إلى الله ولكن للأسف غالبا ما يتكبر هذا الإنسان ويستكبر عن الخضوع لله سبحانه وتعالى حتى يأتيه الموت بغدا فإذن هذه آية واضحة بوجود عذاب في الدنيا قبل الحساب يوم القيامة آية أخرى أخي الحبيب يقول سبحانه وتعالى وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا أَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ إذن هناك عذاب في الدنيا هدفه أن تعود إلى الله ولكن العذاب الأكبر في القيامة وسوء العذاب في القبر والعذاب الأدنى في الدنيا إذن حسب نص القرآن لدينا ثلاثة أنواع من العذاب النوع الأول هو أدنى أنواع العذاب في الدنيا كما قال تعالى وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إذن هذا في الدنيا لأن الهدف منه لعلهم يرجعون أي يتوبون إلى الله النوع الثاني هو سوء العذاب في القبر أو بعد الموت قد يموت الإنسان في بطن حوت أو قد يموت يتحول إلى ذرات وحاق بآل فرعون سوء العذاب أن سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعاشيا إذن العرض على النار كل يوم غدوا وعاشيا هذا يتم في عالم البرزخ يسمى سوء العذاب أشد العذاب أو العذاب الأكبر هو يوم القيامة وحاق بآل فرعون سوء العذاب هذا في الدنيا النار يعرضون عليها غدوا وعاشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب إذن العذاب الأشد والأكبر هو عذاب جهنم يوم القيامة وهذا بعد الحساب هذا إذا قلنا العذاب الأكبر يأتي بعد الحساب صحيح هذه القاعدة أما العذاب الأدنى في الدنيا والعذاب الموجود في حياة البرزخ هذان النوعان من العذاب قبل الحساب الأول هدفه أن تعود إلى الله لعلهم يرجعون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون الهدف أن ترجع وتعود وتتضرع تدعو الله تتزلل أمام الله عز وجل عذاب القبر أو عذاب البرزخ أو عذاب ما بعد الموت هو مقدمة للعذاب الأكبر وبالتالي أخي الحبيب أنت إذا كنت تنكر النوع الأول والثاني مثلا وتؤمن بالنوع الثالث إذا كنت مؤمنا تقيا تخاف عذاب الله الله سينجيك من النوع الأول والثاني لن تعذب لا في الدنيا ولا في حياة البرزخ ولا في الآخرة فإذن هؤلاء الذين يتحدثون عن إنكار العذاب في حياة البرزخ أو في الدنيا ما هو هدفهم الهدف الوحيد هو تكذيب القرآن العظيم لأنك ما دم تعتقد أنك إنسان صالح وإنسان مؤمن بالله وتثق بالله عز وجل فإن الله سيحييك حياة طيبة في الدنيا قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يوم القيامة إذن في الدنيا المكافأة الأولى الحياة الطيبة في عالم البرزخ الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لحظة الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إذن حياتك أيها المؤمن في عالم البرزخ ستكون خالية من الخوف خالية من الحزن الخوف مما سيأتي والحزن عما مضى فإذا خلت حياتك من الحزن عما مضى ومن الخوف مما سيأتي وكانت حياتك عبارة عن بشرة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ستكون هذه الحياة فيها فرح فيها سرور فيها استبشار برحمة الله سبحانه وتعالى فإذن حياتك في عالم البرزخ ستكون حياة جميلة جدا فلماذا تريد أن تلغي العذاب في عالم البرزخ والذي هو أصلا سيمس الملحدين والمجرمين والمنافقين وهذه الفئات لماذا تريد أن تلغي هذا الأمر ماذا ستستفيد أنت كمؤمن طيب يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار جنة عرضها السموة والأرض إذن في الدنيا الحياة الطيبة في عالم البرزخ البشرى والأمان من الخوف والحزن ويوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار إذن ثلاثة مقابل ثلاثة أنت اختر الطريق الذي تضع فيه نفسك الله عز وجل أعطاك هذا الطريق وقال لك أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم حرية مطلقة اعملوا ما شئتم وهذه الآية موجهة لأولئك الذين يقولون إن الإسلام يكره الناس على الإيمان لا الله يقول لك إذا كنت غير مؤمن اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ولكن قبل أن يقول لك اعملوا ما شئتم بيّن لك الأمان والعذاب أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير وبالتالي أيها الأحبة خلاصة هذا اللقاء إن شاء الله أنه يوجد ثلاثة أنواع من العذاب مقابل ثلاثة أنواع من النعيم العذاب الأدنى في الدنيا وسوء العذاب في عالم البرزخ والعذاب الأكبر أو العذاب الشديد يوم القيامة يقابلها ثلاثة منازل من النعيم المنزل الأولى الحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة النوع الثاني البشرى والأمان واللا خوف واللا حزن هذا في عالم البرزخ وإذا قدر لك أن تموت في سبيل الله ستكون فرحا فرحين بما آتاهم الله من فضله هذا كله في عالم البرزخ والمكافأة الثالثة لك والكبرى ستكون يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين المتقين الذين ينالون رضا الله سبحانه وتعالى وتكون حياتهم طيبة إن شاء الله وتكون حياتنا في عالم البرزخ أيضا مليئة بالفرح والسرور والمكافأة الكبرى إن شاء الله جميعا تكون جنة أو جنات تجري من تحتها الأنهار ونكون مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق